ترجمة نانسي قنقر أكثر من ثلاثين عاماً والعلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية تشهد تطوراً ملحوظاً وذلك من منطلق طموحات مشتركة وخطط تهدف إلى النهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين حيث ارتكز هذا التعاون على قاعدة اقتصادية قوية ومقومات تعتمد على الموارد الطبيعية والبيئة السياسية المستقرة إضافة إلى القوى العاملة الماهرة معزز من مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والانتقال بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب بإطار النتائج الإيجابية والمثمرة الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك بين اللجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي تدل على الدوام على رغبة البلدين المستمرة على زيادة التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي خاصة وأن روسيا تعتبر مملكة البحرين شريكا استراتيجيا وحليفا مهما في الخليج والشرق الأوسط وهذا ما جعل منحن العلاقات الاقتصادية يستمر بالصود وقد بات هذا التطور الملحوظ في العلاقات التجارية والاقتصادية واضحا من خلال زيادة مجالات التعاون خاصة في مجالات صناعة الألمنيوم وبحث ودراسة مجالات التعاون الأخرى المتعلقة بالصناعة والطيران والفضاء وتحلية المياه والطاقة والعلوم والتعليم وصناعة الأدوية والإلكترونيات وغيرها من الفرص الاستثمارية ذات الصلة التي يمكن أن توفرها مملكة البحرين وتستفيد بها بالنظر إلى بيئتها الجاذبة للاستثمارات والسعي الروسي لفتح آفاق جديدة لتدفقاتها الاستثمارية إلى الخارج وبخاصة إلى دول الخليج العربية اشتركوا في القناة